لمناقشة الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ربيع حدد مرحبا بك أستاذ ربيع أهلا بكم لعل السؤال الأبرز الآن ما الذي حرك الشارع في لبنان بهذه القوة كيف تصف التضاخرات اليوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة ما حصل في لبنان الأمس واليوم هو نتيجة تراكمات أوصلت البلد إلى شفير الهاوية حالة من الاحتقان بسبب ترد الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية وانعدام أدنى مستويات الخدمات العامة ووجود هذه الطبقة السياسية التي انتفض عليها الشعب بأسره بكامل طوائفه وشرائحه ومناطقه والآن الكلام الذي يخرج من الشارع هو تلخصه يعني أو الوسم الذي الآن انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كلكن يعني كلكن أو كلن يعني كلن بمعنى أنه ما عاد فيه الآن أي خطاب ولا أي عذر ممكن يقدم أحد من السياسيين ويتقبل الشعب فلذلك ونحن اليوم كان فيه يعني بيان لوزير الخارجية جبران بسيل وكان فيه بيان لرئيس الحكومة سعد الحريري ونبض الشارع رفض كل ما جاء في البيانين نأتي إلى نقطة سعد الحريري أستاذ ربيع سعد الحريري قال أو حمل شركاء العملية السياسية مسؤولية هذه الإخفاقات ألقى باللوم عليهم ما الجديد فيما طرح والله يا أخي هذا الموضوع الحقيقة من شر البلية ما يضحك حقيقة هو رئيس الحكومة والحكومة هي المعنية بكثير من الملفات التي أدت إلى معاناة حقيقية طالت كل بيت في لبنان ثم عندما انطفض الشعب ونزل بشكل تلقائي وعفوي إلى الشارع يأتي رئيس الحكومة ويقول يعني أنا أمهل شركائي في التسوية وشركائي في الوطن يا أخي أنت رئيس الحكومة أنت المسؤول كيف سمحت بأن تصل الأمور إلى هذا الحد الآن ممكن أن نقول هو رئيس حكومة لكنه مكبل نعم صحيح لكنه رضي بذلك نحن الآن أنا واحد من الناس اللي دائما أردد وأقول لبنان يقع تحت نير احتلال إيراني بكل ما في الكلمة من معنى إيران وعبر أداتها في لبنان حزب إيران تدير الأمور وتتحكم في المساعدة لو استقال الحريري لأي مدى تعتقد أنه سيكون هناك خيارات أخرى يعني حتى وإن جاء البديل ما الذي سيغير على أرض الواقع إذا كانت لبنان أصلا تخضع في ظل نظام محاصصة بالأساس صحيح يبدو لي أنه لا بديل عن الاستقالة يعني 72 ساعة هذه مهلة مضحكة على مدار أشهر منذ أن ولدت هذه الحكومة وإلى يومنا هذا بل على مدار سنوات يعني حكومات سعد الحريري وغير سعد الحريري كلها تشاركه في تحمل مسئولية ما وصل إليه البلد في تحمل مسئولية هذا الفساد المستشري في كافة أجهزة الدولة ووزاراتها في يعني المحاصصة أصبحت ليس فقط وفق الطوائف وإنما وفق الكعكة يعني وتقاسمها يعني 72 ساعة لن تقدم أو تؤخر والشعب يرفض الآن أي كلام الآن مجال الكلام انتهى هي الأفعال هو التغيير الناس الآن لا تتحمل يعني كل الأحزاب اللي هي ممثلة في الحكومة وممثلة في المجلس النيابي الآن أفرادها في الشارع يتظهرون ضدهم فالمسألة أصبحت بلغت يعني مبلغ لم نرى مثله سابقا في لبنان الطوائف والمناطق الكل في الشارع الكل بصوت واحد والكل بوجع واحد ماذا تتوقع بعد قضية المهلة التي طرحها سعد الحريري قال بأنه سيكون له تصرف ثاني ما هو التصرف الذي من المتوقع أن يتخذه سعد الحريري يعني هو يلوح بالاستقالة ما يعني أنا شخصيا ما فهمتها إلا هكذا ومن خلال متابعاتي يعني معظم المحللين السياسيين ومراقبين قرؤوها بهذا المعنى وهو يعني كأنه يقول يعني إذا ذهبت فأنتم تتحملوا مسؤولية ما يجري والحقيقة هو فعلا إن استقالت هذه الحكومة سيدخل البلد في مرحلة ضبابية يعني أنا حمولة المخرج ربما أمام سيناريو فراغ دستوري تسعى إليه بعض القوى من وجهة نظرك والله هذا الكلام طرح أنا شخصيا لا أظن أن ذلك صحيح لأن حزب إيران يعني المعروف زورا بحزب الله يتصرف وكأنه الآمر الناهي في البلد وصبيه للأسف أنا مضطر أن أقول هذا الكلام صبيه وزير الخارجية جبران باسيل يتصرف وكأنه هو الحاكم الفعلي لهذا البلد وهؤلاء الحقيقة فعلا يعني يتحكمون بالقرار السيادي وبجميع يعني مفاصلات سياسية يعني في حال حصل هذا السيناريو يعني الفراغ الدستوري ما الأطراف التي من وجهة نظرك ربما التي ستستفيد من هذا الوضع نعم هذا ما أردت أن نصل إليه يعني هؤلاء طبيعة الفائدة طبيعة المكاسب بالضبط هؤلاء سيكونوا من الخاسرين وليس من الرابحين في هذه المسألة لأنهم الآن هم يسيطروا على البلد فالآن الفراغ هذا الدستوري سيتحملون مسؤوليتهم لأن الشعب أصلا يقول وهذا الكلام الآن يتردد حتى على ألسنة السياسيين ثيب يا جبران بسيل أنت الآن لما تخرج وتتعذر وتقول أنا حاولت ووقفوا بوجهي ومنعوني يا أخي أنت يعني أنت رئيس أكبر تكتل نيابي في مجلس النواب وأنت رئيس أكبر تكتل وزاري في داخل الحكومة وأنت رئيس التيار الوطني الحر وهو تيار رئيس الجمهورية وكما رأينا اليوم يعني ذهب إلى قصر بعبده قابل رئيس الجمهورية وخرج واستبق كلمة الحريري فكانت يعني حتى النقاط اللي وضعها وكانت كأنها جدول أعمال أو برنامج عمل يعني حاصر الحريري فأنت المتحكم في كل شيء في البلد فكيف تقول أنك غير معني أو غير المقصود بالمظاهرات أستاذ ربيع حدد إلى أي مدى ترى أن الظروف الحالية هي مشابهة للظروف التي حصلت خلال تظاهرات عام 2015 لا شك هناك أوجه شبه لكن هذا الحراك لم يسبق له مثيل في لبنان عام 2015 كان الحراك تحت عنوان طلعت ريحتكم وكان طبعا الدافع الرئيسي وملف القمامة أو الزبالة وهو ملف عالق إلى هذه اللحظة وكان فيه طبعا شرائح متنوعة التي نزلت في المظاهرات ثم تم خطف الحراك وأصبح ضحية التجاذبات السياسية في البلد أما ما نراه في الشارع اليوم فلا يستطيع أحد إلى هذه اللحظة فلا يستطيع أحد أن يقول أنه هو المتحكم أو أنه يمثل الموجودين في الشارع أو أنه يتكلم باسمهم جميع شرائح المجتمع الصغير والكبير الطالب وغير الطالب الكل في الشارع والكل بصوت واحد ارحلوا عنها أستاذ ربيع حداد الكاتب والباحث السياسي كنت معنا في الاستوديو شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم